موسيقى هي ابتدت كتفكرة الأول مفروض تبع فكرة صغيرة فوست كورونا قلنا طب عايزين نحتفل ونعمل حاجة كنا زى خلاص كلنا كنا عايزين نخرج يعني نغير الجو اللي كنا كلنا فيه فقلنا طيب ممكن نعمل إفنت صغير ليه علاقة بالفن نكلم شوية فنانين مصريين ونخليهم يعملوا لوح بطريقتهم من الأول مفروض تبقى عشر لوح أو عشرين بالكتير ونعملها بحتة برا كده صغيرة موضوع فدل يكبر 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 والبلد تازل تفتح والنهاردة عندنا خمسة وستين لوحة لأ حاولنا ننقي كوفرز مختلفة لكل الفنانين المهمين بالنسبة لنا أو اللي اشتغلوا معنا كتير أو كده في طبعا يعني ما قدرناش نعمل زى ما تشوفوا يعني ما كان مليان بس حاولنا ننقي يعني هيا الفكرة جات لي عشان إحنا مرامل إفنت برا في أمريكا في لوس أنجلس و فمرة اشتغلنا مع فنانين أمريكان فواحد منهم عمل لي لوحة ليلة علوي قلت الله إيه الفكرة دي حلوة قوي وقال لي أنا عملتها أنا شفت أنتوا عندكم غلاف ستة هو ما كانش عارفها يمين بس قال لي ستة دي حلوة قوي وكانت هي جاية للحفلة فعمل لها لوحة فعجبتني الفكرة جدا وعملها ستايل مودرن فانا قلت والله ما نعمل يعني ما نجيب فنانين أكثر ونعمل كل الفنانين جات كده ابتدت كده فقليه بس كبرت هنا في مصر موسيقى